على عكس المعتاد أجريت الانتخابات الطلابية هذا العام في صمت شديد بعيداً عن الأضواء الإعلامية باستثناء تقارير صحفية تتضمن بيانات وتصريحات رسمية تؤكد سلامة العملية الانتخابية أو تقارير أخرى تشكك في نزاهة العملية الانتخابية وسلامة نتائجها ولكن المؤكد أن الانتخابات أصفرت حتى الآن عن تعيين اتحادات طلابية بعدد من الجامعات وفوز آخرين بالتسكية وتقدم للانتخابات هذا العام أكثر من 29 ألف طالب وطالبة وبلغ عدد المستوفين الشروط والمقبولين بالكشوف النهائية 26500 طالب تقريباً من بين أكثر من مليوني و274 ألف طالب في العام الماضي هم عدد طلاب الجامعات الحكومية للقاء الضوء على الانتخابات الطلابية في مصر معي الأستاذة آية ياسر أمين مساعد اللجنة الثقافية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أهلا بك وأيضاً أستاذ محمود شلبي باحث ببرنامج التعليم بمركز عدالة للحقوق والحريات أهلا بك أهلا بك هبتدي معاك يا آية كيف أخطي الانتخابات الطلابية هذا العام الانتخابات أنا دخلة ومعظم الدكاترة والطلب عارفيني وده لشغلي في الأنشطة من ساعة ما جاءت الكلية أنا مفروض أن أنا مسؤول القسم الوعي في جماعة الإعلام والوعي فالقسم بتاعي في 200 طالب سواء أولى أو تانية أو تالتة أو ربعة فأنا دخلة معظم الطلاب مش دخلة عايزة أعمل دعاية لنفسي عشان أتعرف لأنا معروفة سواء من الدكاترة عشان مستوية في المحاضرات أو الساكاشن سواء مع الطلاب في الأقسام وكل الكلام ده فهي الفكرة أن الانتخابات كلنا كنا إيد واحدة جداً كلنا كنا منساعد بعض جداً إيه الإجراءات اللي عملتيها عشان تخوضي الانتخابات؟ تمام مفروض إن إحنا الطلاب الفرق الأولى مش بيبقى ليهم يعني تانية أو تالتة وربعة لازم يكون ليهم حاجة سابق نشاط شهادة شهادة التقدير أو أي حاجة هي تثبت إن إنت في النشاط عشان تقدم في الانتخابات طلاب أولى لأ لأنهما لسه بداخلين بناخدوا الورق وبيبقى فيه صور بنقدمها وكل الكلام ده لازم تكتب خطة عمل خطة لو ما أنت نجحت أو نجحتي بالتسكية أم لا أنا خدت 261 سقوط أنا لجنة ثقافية فأنا كنت أعلى واحدة في اللجنة بتاعتي والأمين بتاع اللجنة كانت 247 سقوط الفكرة إن الانتخابات فيه ناس طبعاً جالها طعون وكده ده لأن هي ما كدش عندها دراية أو هي أخياني الكلام في الإجراءات اللي أنت عملتها تقولت وديتي أول حاجة ما نودي ورق بنملة الاستمارة وبأن بيبقى فيه صور دي لازم بتبقى معنا وصورة البطاقة وكل الكلام ده وبيبقى فيه خطة عمل خطة اللي أنا همشي بيها في اللجنة الثقافية بتاعتي أو أي سواء كانت إيه اللجنة لازم يكون فيه خطة أنت هتمشي زدائي استنادي كان عندك برنامج انتخابي زي ما بيقول بس كده تمام ده بروح لحضرتك وستاذ محمود كيف تبعت الانتخابات الطلابية هذا العام؟ تمام هو في الحقيقة المشهد بشكل عام قبل ما ندخل على العملية الانتخابية لأنها مش بتوجرأ بمعزل عن الصياج بتاع الجامعة الجامعة بقال لها تقريباً حوالي ثلاث سنين في حالة جمود شوية أو خمول في الحياة الطلابية وده نتيجة عدد من السياسات أبرز هياني موضوع تسجيل الأسر الطلابية في الجامعة ده بقى فيه كيود كبيرة جداً عليه فيما عادة بعض الأسر المقربة من الإدارات الجامعية أو إدارات رعاية الشباب أو المؤيدة لبعض الأطراف السياسية لكن أي أسر تانية بيكون صعب جداً تسجل داخل الكلية تاني حاجة موضوع استخدام هل في أسر بعينها أنت شهدتها تم استبعادها؟ آه طبعاً يعني أي كل الأسر اللي كانت تابعة لي كيانات سياسية برا الجامعة أو ليها طابع سياسي حتى مش طابع حزبي بخلاف الجماعات المحزورة على حسب قول الحكومة طبعاً بخلاف الجماعات المحزورة وأي جماعات بتمارس أي عنف من أي نوع بكلم عن الأحزاب الرسمية سياسية برا موجودة وبتعمل بشكل رسمي في الشارع المصري تم حظر جميع الأسر الخاصة بيها داخل الجماعات من سنة 2015 زائد أنه تسجيل الأسر بشكل مركزي يمكن أي ممكن تبقى عرف هذا كويس بقى صعب جداً فيما عادة تقريباً أسرة طلاب من أجل مصر ويمكن مبادرة وبقى لها أسر في كل الجماعات ويمكن حتى فيه هو الغية للتصريحات الخاصة بيها أن هي مبادرة فقط للتدريب وتأهيل الشباب كانوا عايزين عشر تلاف طالب من برا الجامعة ملقوش فبيتعاونوا مع الطلاب إنما قالوا إحنا لا خدنا انتخابات ولا لدينا علاقة بالانتخابات ومش مؤسرين ولا لدينا علاقة بالسياسة لا يعني أسرة أسرة طلاب مصر طلاب من أجل مصر موجودة بشكل رسمي في كل الجماعات تقريباً ويمكن فيه خطاب رسمي مثلاً موجود معي من مدير عام رعاية الشباب جامعة المولفية موجهه الأمين كلية العلوم في جامعة المولفية بيطالب فيه بالتحديد بإسناد الأسرة وأنشطاتها لمنصق الأنشطة برعاية الشباب لدعمها والحفاظ على هذا الكيان للبناء عليه وكمان فيه تكليف لدكتور من كلية أداب بالتنصيق في هذا الشأن يورجى تسهيل مؤمريته عند زيارته للكلية بحيث أن الأصل في التشريع الإباحة والمنح وليس المنح طبعاً ما فيش أدنى مشكلة الإدارات الجماعية تكون بتيسر بالعكس طبعاً شيء مرحب جداً تكون بتيسر إجراءات تسجيل الأسر وبتدعمها وده دور أصلاً جدور من أدوار أجهزة رعاية الشباب لكن المشكلة ده بيتم بس مع الأسر أو مع أسر الطلاب من أجل مصر اللي هي في الحقيقة أسرة وفي مبادرة أخرى في حب مصر هل ليها أيضاً علاقة ولا؟ لا أنا أتكلم على أسرة من أجل مصر بالتحديد اللي هي تابعة طب هل عندك اسم أسرة بعينها تم استبعادها أنها لها مرجعية سياسية؟ طبعاً من 2015 و2016 تم استبعاد أسر كان اسمها كلمة كلمتنا مثلاً أسر الميدان كانت تابعة حزب الدستور وأسر في جمعات السكندرية كانت تابعة الحاجة اسمها طلاب صوت الميدان كل ده تم استبعاده لأنه كان له طبع سياسي خلينا نروح لآية بقى لا يوفت ومالك في المدينة أنت عصرتي الانتخابات هل فعلاً أنت تابعة من أجل مصر أو دخلتي مبادرة من أجل مصر ولا لأ؟ لا أنا ما دخلت عايش أصلاً كيش أي علاقة بيها وكيش أي نشاط بيها؟ لا طب إيه انت بعاطك عن الانتخابات وقتها؟ طبعاً الانتخابات كانت ماشية بشكل كويس جداً التوافد والطلاب كان كويس جداً يعني إحنا عندنا كلية دور العلوم عدد المرشحين كان 143 مرشح دي كانت أعلى كلية تقريباً يعني والإقبال على التصويت كان عامل إزاي؟ الإقبال كان كويس جداً بس للأسف يعني الفرقة التانية ما قدرتش يتحقق ما أكملتش النصاب على خمسين طول يعني خمسين في المائة والفرقة التالتة نفسي الكلام يعني الفرقة الأولى هي اللي أكملت النصاب فهي وربعة هما بس اللي حازوا على التحت بأكمله بس الانتخابات بقى كانت منافسة بين يعني حتى اللي جان بتوعي أنا الزمالي اللي في اللي جان بتوعي المنافسة كانت كويسة جداً اللي هو وريني الخطة بتاعتك مشي إزاي طب إنتي في حاجة نقصة لا إنتي وقع منك ليه ما تعمليش في قسم بتاعك كذا كان في حب وكان في روح كويسة مش مش عايزين نوقع بعض بالعكس إحنا كنا نساعد بعض جداً وبندعم بعض جداً في تعينات حصلت في اتحادات الطلاب عندكم؟ الفرقة الرابعة كانت لا آه رابعة كان اسمها إيه تسكية تسكية الفرقة الرابعة تسكية فبتالي بيعينا الاتحاد فيهم في سنة ثانية أو ثالثة لا لأنهم ما أكملوش النصاب لا اللايحة بتقول إن لو ثانية أو ثالثة ما أكملوش النصاب وأولا أكملت النصاب أولا بس هي بتاخد من الاتحاد هي وربعة لكن لو أولا ما أكملتش النصاب هي يعني الاتحاد وقف على أولى وربعة بالنسبة لعندكم للكلية مين أم بتعيينهم؟ هو مش تعيين تسكية ممكن تعليق بس بس بسيط هو بس الفرقة الثانية والثالثة لو ما أكملوش النصاب اللي هو أغلبية مطلقة خمسين في المية زائد واحد بيتم تعيين ممثلي هذي الفرق اللي هم 14 في تانية و 14 في تالتة منقبل إدارة الكلية ده لو ده لو ما أكملوش النصاب اللي هو حصل لا مالوش عليكم بقوله وربعة ده كل الفرق كل فرقة لازم بقاليها نصاب قانوني خمسين في المية زائد واحد هل ده اللايحة جديدة ده اللايحة جديدة ده اللايحة جديدة ده اللايحة الأخيرة انت فرقتك اللي حصل ان الانتخابات اتعادت تاني هم وكملتو الخمسين في المية زائد واحد كان حوالي 600 طالب انتخب والنصاب كان 500 و 200 إذا ما نقم بتعيينهم أستاذ محمود ما نقم بتعيينها الإدارة ده نص لقيحي موجود في خلينا اسألك سؤال مباشر ما دور الأجهزة الأمنية في اختيار او تعيين او استبعاد الطلاب في الانتخابات هل هي هدور اصلا؟ بين المؤكد انه فيه دور لسبب بسيط جدا انه فيه شارط من شروط الطلاب يمكن اي عرفاه بيقول ان الطالب لازم يكون معلوش اي عقوبة جنائية او جنحة فهل انتو بتقدموا اي فيش وتشبيه للسجل الجنائي الوثيقة الوحيدة اللي بتقول الطالب ده عليه جنحة او جنائية ولا لا؟ ده لا ما بيتطلبش من الطالبة في الاسناء التقدم للانتخابات وبالتالي الورق او الاستمرار دي بتروح للاجهزة الامنية تفحصها فبيحصل تدخل في بعض الاحيان بشاطب او استبعاد طلبه بس ده وارد لو متورد في اي جنحة او جناية بس بيتم بشكل رسمي هو كده مش بيتم بشكل رسمي على الاطلاق الشكل الرسمي ليه ان الطالب يكون بيقدم فيش وتشبيه معاه يقول ان هو استجيل الجنائي بتاعه وما فيهوش اي مشاكل لكن اللي بيحصل ان الاسماء دي بتروح للامن فقد يكون هناك بعض طلال معرضين ده خلينا اسألك على حاجة دكتور طايا عبداللطيف مستشار رزير التعليم العالي الانشطة الطلبية قال ان عدد المتقدمين لخوض الانتخابات الطلبية وصل لتسع واشرين الف طالب وطالبة والمستوفين للشروط تمانية وعشرين ووصلنا لستة واشرين الف وخمسمائة طالب هما دول العدد اللي هيخود مرحلة الانتخابات ما سر استبعاد اكتر من الفين وخمسمائة طالب من الانتخابات أنا عايز اقل حاجة ان الرقم ده مش رقم مش الرقم على مستوى سستة واشين جامعة WILL كمان ولمعاهد الحكومية تمام لكن على مستوى السستة واشين جامعة العدد اقل من كده بكثير بنتكلم�� في حوالي واحد وعشرين الف طالب في حين اصلاً عدد مقاعد الاتحاد في الستة واشين جامعة هو اكبر من كده بشوي邦 يعني اسأ لنا بنتكلم في حوالي مرشحين اصلاً أقل من عدد المقاعد فعلد يخلي في مقاعد شغرة بيتم تعيينها من كابل الإدارة برضو وفقا لللايحة الاستبعاد بيكون الأغلب يعني من خلال نص لائحي تعسفي جدا بيقولون الطالب اللي بيترشح لازم يكون ليه نشاط طلاب يسابق تماما عدد طلاب الفرقة الأولى هي مشكلة الشرطة ده في الحقيقة انه هو النشاط في حد ذاته مش معيار للترشح على قد ما هو معيار للكفاءة لكن من حقق اي حد سواء عنده نشاط او ما عندهش نشاط عنده نشاط برا الجامعة جوا الجامعة انه يترشح للانتخابات ومن اللي بيختار الطالب عشان كده في انتخابات هي الفكرة بس بعد اذن حضرتك فكرة ان مثلا عندنا لجنة الجوالة لجنة الجوالة فيها اقسام كتير جدا فيها حاجات كتير فطالب جاي قاعد في المحاضرات فوق مش عارف حاجة عن الجوالة نازل يرشح نفسه في لجنة الجوالة وهو ما عارفش فيه طالب تاني بقاله سنتين طالع عينيه وعارف كل حاجة بس ازاي ده ياخد وده ما ياخدش هي الفكرة بكرة انتخابات انه احنا بنعمل انتخابات عشان كده انشاء اللي اتنين يترشحوا والطالبة تختار اللي هي عايزة يتختار بقال طالب دماشط او الطالب اللي بيقعد بقاله سنتين في المحاضرة ما يعرفش حاجة بس عشان كده بنعمل انتخابات لكن احنا نفلطر الناس قبل الانتخابات فهو ده اللي بيحصل فمبقاش في انتخابات يعني الطالب اللي انت بتقولي عليه ده طب امتى هنديله الفرصة ان يترشح هادلوقتي هو مرش نشارك ما هو عنده فرصة ان هو يشارك اصلا في النشاط ويثبت نفسه في النشاط وبعد كي يرشح نفسه النشاط الحقيقة يعني محصول عمر نشاء دي نقطة اللي كنت نتكلم فيها اه بس تمام يعني نرجع لموضا للسبعاد الاستبعاد بيتم وفقا ان هذا الشرط في غالب الامور لكن في بعض الحالات بس حالات مهمة جدا زي نائب رئيس التحق جامعة المنوفية ونائبة رئيس التحق جامعة الطنطة السنة اللي فاتت تم استبعادهم السنة دي من الانتخابات بالرغم من استفاقهم لجميع الشروط واللي تقال السبب في حالة المنفية انه تقل للطالب أمايب رئيس الجامعة المنفية حرصا على المصلحة العامة بضبط حرصا على المصلحة العامة اذا من يحدد اللي مصلحة العامة المصلحة العامة يعني مكتب رعاية الطلاب عميدو كلية الجامعة مكتب رعاية الشباب هو اللي بيحدد وفي الحقيقة ما فيش حاجة اسمها بمصلحة العامة لا في كنونة نظوم الجامعهات ولا في اللايحة التنفيذي Fa لم يقترب لها مكتربة من بعد كذلك برضو شا resposta أنا أي برئيسة حاجة جامعة الطانطة تم استبعادها بس بشكل آخر عن طريق أن حد أقدم فيها طعن والطعن دهت قبل واستبعدت من الانتخابات خلينا نسأل أي على أي أساس تم استبعاد الطلبة من الانتخابات الطلبية عندك أي فكرة؟ يعني أنتوا عندكم ممكن أقول لأي حاجة عندكم 11 طالب من الكشف المبدئية و 15 من الكشف إنها إياه في الكلية خلينا نسمعها قفز محمود لو سمعت تمام هيا بتبقى على حسب ممكن يكون طالب عليه حاجة أو عنده فكر متطرف أو في حد من قريبه عنده أي حاجة فساعتها بيستبعد دي أول حاجة تاني حاجة أنه هو زي ما قلنا مش بيبقى مشترك في النشاط أو ما عندوش دراية كافية بالنشاط مش معروف في النشاط ده فهو أو ما قدمش برنامج انتخابي فأنت داخل إزاي وأنت ما قدمتش برنامج انتخابي ده معلاني أنت قدمت برنامج انتخابي أه قدمت كان إيه موصفاته؟ البرنامج الانتخابي بتاعي كان 18 نقطة يعني أنا الطلاب كان بيبقوا عايزين يقوليلي إيه البرنامج بتاعك كان من ضمن الحاجات اللي أنا كنت عايزة عاملها أول حاجة ندوات تفيد الطلاب نحنا نجيب إعلاميين وصحفيين يفيدوا الطلاب بالذات في جامعة الإعلام والوعي اللي أنا مشتركة فيها تاني حاجة عندنا بنعمل مستبقات يعني كل إيه دور العلوم حازف بالمركز الأول دوري معلومات إشار اللي فات على مستوى جامعة القاهرة على مستوى عشرين كلية تمام أنت قلتي إنه تم استبعاد الطلاب على أساس الفكر بعض الطلبة طب أنت بشكل شخصي هل خضعتي لتحريات أمنية ولا لأ؟ يعني حد أكيد يعني أكيد بحثوا ولما ما لقوش حاجة أنا ما استبعدتش في ناس استبعدت وبعد يعني ناس يعني هم عارفين نفسه يعني ناس عارفة إن آه إحنا عندنا ده برد فعلا المستبعدين من الانتخبات كان إيه؟ في ناس بتقول أنا كنت عارف إن أنا هاستبعد عشان عندي كذا في ناس بتقول أنا كنت داخل كده وخلاص في ناس قالت لأ أنا ما عملتش حاجة وقدمت تاني إن هي تبقى عايزة تخش بس رعيت الشباب بتكلموا معاهم يعني إن هو السنة الجاية لأن الفكرة إن إنت إما عندك مشكلة في النشاط إنت مشترك مشترك في النشاط إما إنت عندك حاجة في السلسلة بتاعة الأسرية اللي عندك إما إنت يعني مش على دراية كافية طيب أستاذ محمود ما مصير العمل للطلابي في مثل هذه الأجواء؟ يعني مصير للعمل للطلابي إنه فيه حالة من الخمول قوي في الحياة الطلابية بسبب حاجات كتير أبرزها زي ما قلت في البداية موضوع تسجيل الأسر وموضوع استخدام العقوبات التقديمية من الإدارات فيه السيطرة على سلوك واتجاهات وأفكار الطلاب لدرجة إن بقت العقوبات دي بتستخدم ضد الخصوصية أو الحراية الشخصية للطلبة زي اللبس والمكياج وقصات الشعر ده في المعامل الطلابي حالياً ما حالب بقى كبالة ضعيف جداً في الانتخابات الطلابية سيقع على مستوى التراشح أو تصويت في الحقيقة بيبقى عمل نمطي جداً تقليدي بيبقى هايمن عليه في الغالب الإدارة إدارة رعاية الشباب بالأخص في كل كلها وكل جامعة لكن ما فيش الحياة الطلابية مش غنية دلوقتي خالص ما فيش أي مساحة أو فرصة لطرح أي أفكار مختلفة أو أراء مختلفة على الساحة الطلابية شكراً أستاذ محمود وشكراً آية وشكراً لكم مشاهدين الكرام انتهت حلقة هذا الأسبوع من بيتوقيتي مصر بإمكانكم مشاهدة الحلقة كاملة على صفحة برامجنا وأيضاً قراءة المقال الأسبوعي لهذه الحلقة يوم الخميس صباحاً شكراً لكم مرة أخرى وشكراً لكل فريق العمل لكم تحياتي نسمة السعيد